المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أصعد الله وقاتلكم بكل الخير إليكم نصرة الأحوال الجوية لهذا الأسبوع الأسبوع الأول من شهر يناير كانون ثاني للعام 2021 العام الجديد نص الله يجعله عام خير وبركة عليكم جميعا طبعا بحسب آخر المؤشرات الجوية تتأثر المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة خلال نصف الأول من هذا الشهر بدرجات حارة أقل من المعتاد وأحيانا ببعض الأمطار وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية في الأجزاء الغربية من المملكة سنأخذكم الآن في جولة بتوقعات الأحوال الجوية في المملكة يوم بيوم خلال هذا الأسبوع في نبداها بيوم الأحد يتوقع ارتفاع فرص هطول الأمطار بمشيطة في المناطق الشمالية من المملكة على وجه التحديد تكون درجات حرمة بين 15 إلى 9 درجات مئوية في شمال المملكة في العاصمة الرياض 22 إلى 11 درجة مئوية مع الأجواء بوجه عام غالبا غائمة 24 إلى 13 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة هناك فرص أمطار جيدة خلال هذا الأسبوع على مرتفعات جنوب غرب المملكة تكون من 19 إلى 10 درجات مئوية أجواء غائمة جزئيا في جدة 32 إلى 23 وفي تابوك تقريبا 19 درجة مئوية إلى 7 درجات مئوية في ساعات الليل يوم الأثنين يتوقع هطول الأمطار في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة حفر الباطن وحدود السعودية مع دولة الكويت ويتوقع أن تكون أحيانا رعدية بالإضافة إلى جنوب غرب المملكة يتوقع أن تهطر زخات رعدية من الأمطار أحيانا درجة حرمة تكون تقريبا 20 درجة مئوية في ساعات النهار في جنوب غرب المملكة فوق المرتفعات والصغرى 10 درجات مئوية 23 درجة مئوية العظمى في العاصمة الرياض 24 درجة مئوية في المناطق الشرقية و32 درجة مئوية في جدة و19 درجة مئوية في تبوك مع أجواء مستقرة بوجه عام في تلك المناطق لكن تنخفض مثلا في الدمام في شرق المملكة إلى 14 درجة مئوية في ساعات الليل ويمكن الشعور بالبرد بشكل لافت في ساعات الليل يوم الثلاثاء يتوقع أن لا يحدث تغيير كبير سوى تراجع فرص الهطول للأمطار في المناطق الشمالية بقاها في المناطق الجنوبية الغربية ولا تغييرات هامة كما تلاحظون على درجات حارة يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء تستمر فرص 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 الأمطار فوق مرتفعات جنوب غر المملكة وهذا ما يميز الأجواء بشكل عام لكن تنخفض درجات حارة في المناطق الشرقية والشمالية 16 إلى 7 في شمال المملكة 23 إلى حوالي تقريبا 13 درجة مئوية في ساعات الليل في الدمام والمناطق الشرقية 22 درجة مئوية في العاصمة الرياض 33 درجة مئوية في جدة و18 درجة مئوية في تبوك هناك ارتفاع متوقع في شمال غرب المملكة وموج الدفع ليقابلها انخفاض في درجات حارة في المناطق الشرقية من المملكة يوم الخميس كما نراحظ استمرار تراجع درجات حارة في المناطق الشمالية والشرقية وأيضا حتى المناطق الوسطى أجواء سنشعر بأنها باردة بشكل لافط في ساعات الليل الخاصة في السواحل الشرقية من المملكة مع ظهور بعض الصحوب والغيوم استمرار فرص وطول الأمطار الرعدية في جنوب غرب المملكة فوق المرتفعات على وجه التحديد واستقرار على الأجواء في جدة والمناطق الشمالية الغربية من المملكة نختم هذا الأسبوع بيوم الجمعة المقبل الذي يتوقع أن يشهد المزيد من انخفاض على درجات حارة في الأجزاء الشمالية والشرقية بالإضافة حتى للأجزاء الوسطى من المملكة مع فرص لأمطار قد تتطور تدريجيا في هذه المناطق لما فيها العاصمة الرياض وهي تحت المراقبة مناطق جنوب غرب المملكة أيضا فرص الأمطار مستمرة معنا طيلة هذا الأسبوع على وجه التحديد هذا الأسبوع سيكون أكثر نشاطاً بالنسبة للأمطار في مرتفعات جنوب غرب المملكة منذ وقت طويل ما بقى الأجواء مستقرة في جدة ومناطق شمال غرب المملكة والمزيد من الارتفاع في تابوك تصل إلى 19 درجة موية كما تلاحظون في ساعات النهار وهي أجواء غير معتادة مثل هذا الوقت من العام ولكن عموم شرق البحر الأبو المتوسط وبلاد الشام والشمال غرب المملكة على موعد مع ارتفاعات متتالية على درجات حرارة لكنها كما تكرنا يقابلها من خفاض في درجات حرارة في المناطق الشرقية وبعض المناطق الوسطى وازدياد في فرص الأمطار في جنوب غرب المملكة هذا الأسبوع إذن هذا كنكم لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع يمكنكم الاطلاع على بقية تفاصيل الأحوال الجوية لبقية أيام شهر يناير كانون ثاني عبر النشر الشهرية في الموقع الخاصة بأمامك العربية السعودية يتمنى لكم جميعا أسبوع خير وبركة إنما كنتم دمتم بخير إلى اللقاء